خمس آفات كلش دير بالك من عدهن تعالوا خليني سمحنا أنا وياكم يا علي هذا من القائل النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي آفة الحديث الكذب لما تريد السؤال في أي سالفة كون تكون صادق بكل شي حتى لو تنقل خبر عن أعدائك كون صادق أبد لا تكذب بعد وآفة العلم النسيان ولهذا أكو قول للإمام علي عليه السلام ما أتذكره بالضبط بس إن شاء الله يكون مثل ما أتذكر يقول ما كتب قر وما لم يكتب فر يمكن يعني الشي اللي تكتبه خلص راح يثبت راح أضل تذكره وباعتبار أنت كتبت راح ترجع له بأي وقت بس إذا ما تكتبه تنسى مرات شايفينها دائما نقول هاي المعلومة خل أكتبها أو عفو خل أحفظها تحفظها وتقول يلا خلص أنا حفظتها لا اكتبها لأنهم تريد ترجع الذاكرة قد يكون تنساها لما تكتبها بعد ما تنساها اكتبها بورقة بقصاصة صغيرة اكتبها بالجلاد مال الكتاب اكتبها بأي مكان حتى تصير تذكرها وآفة العلم النسيان وآفة العبادة الفترة لا تفتر خليك دائما مستمر بالعبادة وآفة الجمال الخيلاء وآفة الحلم الحسد والكلام من كتاب مكارم الأخلاق الباب الثاني عشر في نوادر الكتاب في وصية النبي صلى الله عليه وآله العليا عليه السلام صفحة 348 دمتم بخير وفي أمان الله